أدرككم من جديد وزيون شايفين بعض اللقطات الخاصة والحصرية من ماران الأهلي على استدى خليفة بن زايد ده ملعب نادي على عين الحمد للتدريب الأول انتهى على خير كل اللعبين جاهزين بإذن الله لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل طب نروح لتريند الأهلي واللي كتب على الأهلي في السوشيال ميديا أول حاجة حساب الرسمي لليوم السابع على تويتر قالوا كولر يصحح أخطاء لعب الأهلي في التمرير قبل مواجهة الزمالك الفكرة في الخبر أن مباراة أسوان شاهدت بعض الأخطاء في التمرير والميسباز فبالتالي كولر يعني من خلال مصادر ما يكون في النهاردة تريب على جزئية تصحيح الأخطاء اللي شهادتها الفريق أو شهادتها مباراة أسوان الأخيرة في الدوري حساب اليوم السابع بيتكلموا على أن الأهلي يتدرب على رقلات الترجيح في الإمارات بفرامانا كولر قبل السوبر وكان معانا سبيننا فروس لاح يتكلم على هذه الجزئية والنهاردة كان فيه اهتمام جدا من مرسل كولر بخصوص ضربات الجزاء الترجيح أو رقلات الترجيح تحديدا خاصة أن اللايحة قالت لو المباراة انتهت بالتعادل السلبي أو الإيجابي في الوقت الأصلي بتلعب إكسترا تايم 30 ديئة على شوتين كل شوت ربع ساعة وبالتالي إذا انتهى أيضا بالتعادل تلعب رقلات الجزاء الترجيحية ورقلات الجزاء في بعض مباراة السوبر الأهلي لم يكن موفق فيها فبالتالي فيه اهتمام كبير جدا من مرسل كولر على تحسين هذه الجزئية بالنسبة لللاعبين نروح كمان لحساب يلا كورة كولر يفرد مجموعة من الضوابط والسرية التمة على بعضة الأهلي بالإمارات أهم الضوابط اللي هي إيه؟ عدم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام توفير أكبر قدر من التركيز في المران وعدم التعامل مع وسائل الإعلام وما يكونش فيه أي تصريحات صحفية قبل موعد المباراة سبورت 360 مصرية اتكلم بلغة الأرقام وكتبوا أرقام رائعة للسويسري مارسل كولر مع النادي الأهلي حتى الآن المباراة القادمة مع الزمالك كولر لعب مع الأهلي أو أدار فنيا أربع مباريات الأهلي فاز في الأربع لقاءات الحمد لله لم يتعادل ولم يخسر سجل ست أهداف والحمد لله لم يستقبل أي أهداف مباراتين في الدورة على الإسماعيلي وأسوان ومباراتين إفريقيا على اتحاد المنستيري التونسي زهابا وإيابا في تونس وفي مصر النادي الأهلي فاز بنتيجة عريضة 1-0-3-0 حساب الوطن سبورت بيتكلموا على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر عدد المباريات 7 الأهلي فاز في 5 والزمالك فاز في مباراتين الأهلي فاز بالمناسبة على الزمالك في السوبر 3-2 على نفس الملعب اللي هتقام عليه المباراة يوم الجمعة ملعب هزع بنزيد وش الخير وش السعد على كل الأهلوية وبإذن الله ده ينعكس إيجابا على الأهلي كتفاؤل قبل مبارات يوم الجمعة إن شاء الله نروح كمان لحساب في الجول والكل مهتم جدا بلغة الأرقام حساب في الجول بيقول على تويتر نشره أبطال كاس السوبر المصري عبر التاريخ الزمالك أول من فاز باللقب ولكن الأهلي هو الأكثر تتويجا طلاع الجيش هو البطل الأخير وقضمكه طبعا أبطال كاس السوبر المصري عبر التاريخ بطل نسخة 20-22 من سيكون نتمنى يا رب يكون النادي الأهلي الأهلي عنده 11 سوبر رقم قياسي في هذه البطولة آخر حاجة حساب باكورة 11 على تويتر بيتكلموا على أليو ديانج الأهلي سيفتقد الحلقة الأهم في كتيبته خلال لقاءات بارزة أبرزها السوبر تاريخ الزمالك وكشفوا عن مدة غياب أليو ديانج والمبارات اللي ممكن يغيب عنها بعد إصابته القوية هما بيتكلموا أن غياب ديانج هي تروح من 4 ل 6 أسابيع لكن طبعا الجهاز التب للأهلي لم يعلن مدة غياب ديانج فبالتالي المطشط اللي أقولها اللي ممكن يغيب عنها أليو ديانج أو المدة ده يعني طبقا للأخبار الموجودة على كورة 11 وليست أخبار رسمية هيغيب عن لقاء الزمالك يوم 28 عشر في السوبر لقاء الداخلية في الدوري جولة الثالثة يوم 2 نوفمبر لقاء الاتحاد السكنداري والجيش وغزن المحلة في الجولة الرابعة والخمسة والسادسة ولقاء المولين العرب في شهر ديسمبر أوال ديسمبر ربع نهائي كأس مصر العام الماضي وبتكلمه نهي ديانج إذا رجع بعد المدة دي المحددة هيكون أول لقاء ليه أمام في يوتشر يوم 16 ديسمبر طبعا ده مش خبر رسمي أو مش قرار أو معلومة رسمية ولكن أتمنى بإذن الله تكون المدة أقل من كده ويرجع في فترة أقرب من كده أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونستكمل بقى فقرات برنامج التريند ترجمة نانسي قنقر